أحد عشر شهرا من إراقة الدماء في قطاع غزة أحد عشر شهرا على حرب جمعت صنوف المجاعة والأوبئة حرب تدك حتى المناطق الآمنة تدكى وتدفع بالغزيين من نزوح إلى نزوح ويبقى الاحتلال الغاشم طول هذه المدة شاخصا بعنجهيته فاغيرا فاهو يحصد الأرواح دون هوادة ودون ما تميز العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما يزال يكرر قصفه الجوي والمدفعي بنفس الوتيرة منذ بدء الحرب فقد استشهد أكثر من ثلاثة عشر فلسطينيا وأصيب العشرات في غارة استهدفت مدرسة تأوي نازحين ومبنى سكنيا في القطاع وزارة الصحة الفلسطينية قالت بأن نحو ثمانية فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي كانوا في خيام للنازحين بمدرسة في جباليا شمال غزة في حين استشهد خمسة آخرون في غارة على مبنى سكني في مخيم النصيرات وسط القطاع مشيرة إلى أن آخرين ما يزالون تحت الأنقاض وأن عدد الشهداء بلغ أكثر من أربعين ألفا وتسعمائة فلسطيني منذ بدء الحرب التعليم في غزة مأساة أخرى من مآسي الحرب على القطاع فبدلا من أن يحمل أطفالها كتبا دراسية حملوا على أكتافهم أكواما من الأنقاض لبناء مأوى يقيهم من ويلات الحرب بعد تدمير منازلهم فقد تضرر أكثر من تسعين بالمئة من مباني الدراسة بسبب القصف الإسرائيلي والذي حذر فيه خبراء أمميون من إبادة تعليمية واستهداف لمستقبل أطفال غزة فقد حرم أكثر من ستمائة وعشرين ألف طفل في سن الدراسة في غزة من عام دراسي كامل ومع دخول قطاع غزة العام الدراسي الثاني بدون مدارس فإن معظم أطفالها محاصرون في مساعدة أسرهم من أجل النضال اليومي للبقاء وسط حرب إسرائيلية لم تبقي لهم بصيص أمل للعودة إلى حياة أفضل